هذا وتتكامل جهود الإدارات الأمنية بوزارة الداخلية خلال عيد الفتر المبارك من أجل توفير خدمات أمنية متقدمة للمواطنين والمقيمين التقرير التالي يتابع تفاصيل هذه الجهود ضمن الجهود الأمنية المستمرة على مدار الساعة تعمل مديريات الشرطة وبالتعاون مع الإدارات الأمنية المعنية على تكثيف الأداء وتطبيق الخطط المدروسة بما يضمن حفظ الأمن والأمان وحماية السلامة العامة وهو ما يتم من خلال منظومة أمنية متكاملة يستشعر كل مواطن ومقيم أداؤها ونتائجها خصوصا في المناسبات والأحيان جهود المديريات الأمنية في عموم محافظة مملكة البحرين تقوم بوضع خطة أمنية للتأمين صلاة عيد الفتر المبارك وذلك من خلال نشر شرطة خدمة المجتمع والدوريات الأمنية على عموم الجوامع والمصليات في عموم محافظة مملكة البحرين وذلك لتسهيل حركة وصول المصليين ومن ثم يتم الانتقال إلى المرحلة الثانية وذلك بوضع خطة أمنية لتأمين عطلة عيد الفتر المبارك وذلك من خلال نشر شرطة خدمة المجتمع على الأسواق التجارية والمجمعات التجارية وأيضا الفعاليات المصاحبة ويتم تأمين الشوارع الرئيسية بالدوريات الأمنية وهذا يأتي من منطلق الشراكة المجتمعية التي تنتهجها وزارة الداخلية ومن بين الإدارات التي ترفع درجة الاستعداد في المناسبات والعياد غرفة العمليات الرئيسية والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة للدفاع المدني حيث يتم الأداء الأمني بشكل تكاملي على مدار الساعة في كثير من المواقع واتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل سلامة العامة خلال أيام عيد الفتر المبارك نحرص في مركز العمليات وزارة الداخلية على الاستعداد والجاهزية منذ وقت مبكر قبل حلول عيد الفتر المبارك وذلك لضمان تأمين جميع الفعاليات المصاحبة للعيد من خلال التنسيق والمتابعة مع كافة الجهات الأمنية لوضع الخطة المناسبة ومتابعة تنفيذها ويتم نشر الدوريات بجميع محافظات المملكة للاستجابة الفورية لأيطار بالإضافة إلى الاستجابة لكافة البلغات التي ترد لخطوط الطوارئ 999 والحرص على إنجاح الاحتفالات بهذه المناسبة والحفاظ على سلامة الجميع إدارة العمليات التابعة للإدارة العامة للدفاع المدني وضعت خطة شاملة في عيد الفتر المبارك بتغطية جميع المناسبات والفعاليات المصاحبة للعيد طبعا تم رفع مستوى الجاهزية للأفراد وأيضا تم التأكد من سرعة استجابة الأفراد في جميع المراكز في مملكة البحرين لتغطية جميع أنواع البلغات لحماية الأرواح والمتلكات طبعا كلكم عارفين هذه الفترة هو تجمع الأهل والأصحاب في المنازل في العيد نتمنى من المواطنين والمقيمين على أرض مملكة البحرين بالتزام بالاشتراطات السلامة العامة وعدم ترك الأطفال دون رغابة في المنازل في النهاية نتمنى لكم عيد فضل آمن وتهدف هذه الجهود والخطوط الأمنية إلى تأمين سلامة المواطنين والمقيمين على مدار العام بما فيه من مناسبات وأعياد كما يعد التعاون المستمر بين الشرطة والمجتمع نموذجا متحاضرا لشراكة مجتمعية فاعلة تقود إلى تعزيز الأمن الشامل ترجمة نانسي قنقر